أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة تولي شأن الاقتصادية والتجارية همية كبرى وتعمل باستمرار على تهيئة المناخ والظروف التي تشجع الشركات وتسهل أعمالها وتحرص على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين وتشجعهم على القيام بدورهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني لفتا سموه إلى أن سياسة الحكومة الانفتاحية اقتصاديا وتجاريا يجب تطويعها بشكل أكثر فعالية لخدمة أغراض التنمية في مجالاتها المتعددة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاغذبية صباح اليوم عددا من المسؤولين ورجال الأعمال حيث أكد سموه أن الحكومة تولي كل الاهتمام بالاستماع إلى ما يثار من آراء في كل شأن يخص المواطن أو الشأن التجاري والاقتصادي وتعمل على تدليل أي عقبات بهدف تسريع عجلة التقدم في كافة المسارات التنموية من أجل صالح الوطني والمواطنين منوه أن سموه باهتمام الحكومة بالتشاور والتنسيق مع أصحاب الشأن عند اتخاذ أي قرار أو إجراء يأتي إدراكا منها بأهمية الشراكة كعنصر فاعل لتحقيق الأهداف المرجوة وبما يخدم متطلبات التنمية الشاملة ويحقق الازدهار للاقتصاد الوطني وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور رجال الصحافة والإعلام وكتاب الأعمدة في مد جسور التواصل بين أبداء المجتمع وترسيخ القيم النبيلة التي تعزز من وحدتهم وتماسكهم منوها سموه بجهود الصحافة والإعلام في تعريف العالم بصورة مملكة البحرين الحقيقية وما تشده من نهضة حضارية وتنموية في مختلف المجالات كما تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى الشان الدولي حيث أكد سموه أن التحركات التي تقودها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهمت في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر